أطلق كلمته الشجاعة هذه وغادر القاعة محدثا جدلا لم ينتهي حول مصداقية الحوار الذي أداره المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بن عمر في فندق موفنبيك وأراده امتدادا لمؤتمر الحوار الوطني الذي طواه الانقلاب بالحرب والسلاح ما من أحد استطاع فضح المؤامرة الإقليمية والدولية التي كان ينفذها بن عمر عبر حواره البيزنطي في ظلال بنادق الميليشيا سوى هذا السياسي المحنك الذي بقي صامتا معظم جلسات ذلك الحوار احتجاجا على كل شيء تقريبا بما في ذلك الحصار المفروض على الرئيس كان واجهة المشترك وناطقه الأبرز ومهندس العلاقات التي ربطت بين أحزاب تشضت بفعل الأيدولوجيا وتجمعت من أجل الوطن وتوحدت على أجندة الحاضر والمستقبل المثقل بالتحديات في الرابع من شهر إبريل طوق مسلحون منزل محمد قحطان وداهموه ليأخذوه بعيدا عن أسرته إلى معتقل مجهول حتى اليوم ومنذ ذلك الحين والأنباء السيئة لم تتوقف حول مصير محمد قحطان وحدها عائلته هي من يتحمل عبء وارتدادات أنباء كتلك التي تحدثت ولا تزال تتحدث عن وضعه الخطير للغاية بما في ذلك تعمد اعتقاله في مواقع عسكرية يستهدفها طيران التحالف من نسبة لحالة صعبة لحالة صحية الدهور بسبب الأخبار بسبب ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي غادر بن عمر صنعاء دون أن يكلف نفسه عناء الإطمئنان على رمز من رموز الحوار الوطني والعمل السياسي السلمي إن لم يكن قد غادر موتوراً تجاهها ليأتي بعده المبعوث الجديد إسماعيل ولد الشيخ الذي أخفق حتى اللحظة في تقديم تطمينات حول مصير قحطان رغم رحلاته المكوكية الكثيرة إلى صنعاء لا أحد منا يعرف شيئاً عن مصير معتقل سياسي ملأ الدنيا بحضوره وأفحم المتطرفين ودعاة الحرب بمنطقه الداعي إلى السلام وحدهم هؤلاء المبدعون يعبرون عن تقديرهم له بتخليده على الجدران والذاكرة ومثلهم هؤلاء النساء اللائي لم يتوقفن عن المطالبة بالإفراج عن قحطان وآلاف المعتقلين غيره في سجون العصابة الميليشيوية الغشمة عامان يؤرخان لمعاناة أسرة أثقلها البعد والخوف والقلق على مصير عائلها عامان من الانحدار السحيق نحو الفوضى والاحتراب والظنك المعيشي التي تديرها الميليشيا وتؤكد من خلالها حضورها الثقيل في المشهد اليمني والذاكرة الوطنية اشتركوا في القناة